السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله أواصل معك رحلتنا التقنية مع strings في لغة بايتون أو السلاسل النصية والدلة التي سنشرق لها في هذا الفيديو هي دلة strip ومتى تصلح دلة strip لاحظ معي سأريك بالتجربة أول شيء أتي إلى الـ variable الذي لدينا الذي هو السلسلة النصية عبد الكريم بن محمدي فأضع فيه عدد من الفراغات في بداية هذه السلسلة النصية الآن أقوم بعمل run لأقوم بطبعتها وألاحظ ما سيطبع لي لاحظ كل النصوص طبعت لي بفراغات في البداية كما تلاحظ وهنا بالضبط في هذا يعني في هذه الحالة يأتي دور دلة strip دلة strip هي بمنتهى البساطة نأتي إلى هنا ونضع مثلا print عفوا أغير اللغة أغير اللغة وأفتح القوس ثم أضع الـ full name الـ variable الذي سنقوم بطبيق دلة strip عليه ثم نكتب strip ونفتح قوس ونغلق قوس ثم نغلق القوس العام لدلة الـ print جيد هنا حينما نقوم بهذه العملية لاحظ معي آتي إلى run ونلاحظ النتيجة أضغط أوكي لاحظ معي حينما يعني في الـ variable الأصلي توجد فراغات في بداية السلسلة النصية حينما نضع دلة strip تحدث هذه الفراغات تحدث الفراغات التي تكون في بداية نص لكن الفراغات بين الكلمات لا تحدث فدلة strip هذا هو دورها حدث هذه الفراغات ووضع السلسلة النصية كما ترى بدون أي فراغات فأتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة ودلة strip واضحة أراك إن شاء الله في الدرس الموالي حيث نواصل هذه الرحلة المنتعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر